بصراحة هذا الشابتر القوانين بها قليلة عندي فقط قانون الـ Efficiency والـ Coefficient of Performance والـ Karma Cycle لكن شوية رح تواجه مشكلة بالأسئلة اللفظية بها يعني ماذا ما رات يقول الـ Maximum Power الـ Minimum Output هل هذا السايكل ممكن تحقيقه ام لا هناك رح نوقع بهذه الألفاظ رح تواجهون مشكلة شنون تختارون القوانين وعلى ضوء هذا يعني اختاريت الأسئلة بالكتاب ماذا ما قلت لكم القوانين كلش بسيطة عندي Thermal Efficiency الـ CoP إذا كان عندي Refrigeration أو Heat Pump والـ Carnot Cycle فقط هذي القوانين كل القوانين متشابهة Thermal Efficiency هو عندنا Output على Input Network Output على Total Heat Input الـ Refrigeration Cycle بدل الميسر عندي Efficiency رح سيندي COP أو Coefficient of Performance Desired Output على Required Input نفس الكلام اللي عاد عندي بالـ Heat Pump Desired Output على Required Input لكن الشيء اللي يختلف عندي بين الـ Refrigeration والـ Heat Pump انه عندي Q Law أو Q L وهنا عندي الـ Q Hot هذا هو الفرق بين الـ Refrigeration والـ Heat Pump هناك نقطة أريد فقط أوضحة هنا أوضحة هنا أضحة رسمها من أخي لكم ياهو بالـ Summary والآن نزلتها بالـ Class بالـ Refrigeration بالـ Refrigeration بالدورات التثليج أو التبريد اللي يهمني هي الـ Q L اللي يهمني إشقد أسحب حرارة من مكان بارد من مكان بارد حتى أبقي ذلك المكان بارد شوفوا نفس الـ Cycle الضبط نفس الـ Cycle ضعه إذا كان عندي وإذا عندي Heat Pump إثنين هتم نفس الـ Cycle اللي يعتمد عندي على التسمية Malta إذا عندي Refrigeration مثل ما قلت لكم أسحب حرارة من منطقة الباردة وإذا عندي Heat Pump أدفع بحرارة إلى منطقة الحارة أدفع بالحرارة إلى منطقة الحارة حتى يظل عندي المنطقة هذا درجة حرارة منطقة عالية فإذا من أجل أقول الـ Cycle اللي يهمني أسحب حرارة من منطقة الباردة فرح أسحب عندي QL على W وبالـ Heat Pump اللي يهمني إنه إشقد أدفع حرارة إلى المطقة الحارة فرح سعدي QH على W هذا هذا التسمية ما لـ Refrigeration و Heat Pump أو COP هناك نقطة أخرى اتجاه هذا الحركة أسحب حرارة من منطقة باردة وأدفع إلى منطقة حارة هذا سواء كان لدي Refrigeration أو Heat Pump هذا الكلام هو دائماً صح أسحب حرارة من منطقة باردة إلى منطقة حارة من يصير عندي الكلام عكس الثانية ثانية أكيد يجب أن أصرف طاقة وإلا الثانية يقف بوجي يقول هذا الكلام ما يصير إلا لازم تطيني فلوس أو تصرف فلوس عليه فمن أسحب حرارة من منطقة باردة إلى منطقة حارة سواء كان عندي تحت تسمية الـ Refrigerator أو تحت تسمية الـ Heat Pump يجب أن ينجز على هذا المظلم سوف نرى مثلاً المنصر لدي Power Plant Power Plant أيضاً هي Heat Pump Power Plant سوف يصير عندي هذا الحركة بالعكس يسحب منطقة من منطقة الحارة إلى منطقة الباردة هذا يمشي مع ثرموديناميكس ثرموديناميكس يقول أقدر أسحب حرارة من منطقة حارة إلى منطقة باردة وليس أقدر أسحب عن طريقة أيضاً أولد حرارة أقدر أولد حرارة أقدر أولد حرارة أقدر أولد حرارة Q-Q لا أو أو ينطيم حرارة لكن إذا أريد أفعل بالعكس أصرف حرارة أصرف هذه النقطة أتجاه الحملة الحرارة في الحرارة سأركز عليه بالأسيلة لأنه عن طريقة تستطيع المفاهيم الأساسية تطبقها بدون ما تحفظ القوانين ما تحفظ وهذا اللي يهمني بعدين إذا تصير باحث إن شاء الله إذا تسوي سيكل جديد أو تسوي سيستم جديد هذا القوانين راح يفيدك أكثر من ما هذا المفاهيم يفيدك أكثر من ما يفيدك القوانين نفسها بالنسبة للكارَد سايكل كارَد سايكل هو نفس الساكل التي تستعمل عليه ايه تأذكر هل هئم2 لكن مثالي لكن يكون بمثالي ؟ والفرق الثاني إنه الكفاءات بالكارت سايكل يتعامل ويا الحرارات ولا يفيد م개� Krisup تحاول الشئ عن مجر التقريب ترجمة نانسي قنقر 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 المعلومات الموجودة بسؤال المعلومات المفترض المنظومات اخرى على التوتال هيت انفوت وهذا موجود عندي بل ما عندي اه نتوارك اوتوت على التوتال انفوت سين فراح سريدي الو نت على كو نت هذا اذا كان عندي كيلو جول لكن اكدر استعمل نفس القوانين اذا استعمل الكيلو واط رايت يعني يريد الكيلو جول برئين. الطاقة اللي يجي للباور بلانت الهو. الكو دوت ان هذا هذا حرارة الداخلة الى الهيت انجين او الهيت طوب عندي هنا. هو الحرارة اللي يدخل هو الحرارة اللي يجي من الفرن ودائما من الفرن اعلى من الهيت يدخل الى الى السينك او او اذا عندي هوا فعندي كيو ات وعندي كيو ايه اللي هنا. حسب الكفاءة هنا. وقت او يجي الو نت على توتال هيت انفوت. توتال هيت انفوت كيو ايه راح سريدي نعمل هذا القانون وهي الو ايضا ما عنده مشكلة. اذا كان عندي كيلو جول او هذا الالشنشب بهذا العلاقة. والدبلي دوت نت على الكفاءة اللي هو نفس القانون فقط ترى عدت ترتيب وتم�ل تغيرها. المعلومات هذا كل موجود عديد. فلح الحرارة الداخلة أكثر من الحرارة من الشغل المقارب 200 ميجا واط لكن الحرارة اللي يدخل يا 1500 ميجا واط زين طلع عندي الq.h determine the rate of transfer to the river world هسا اريد الq.l w net out ايضا موجود عندي بال السماري يمعطي الq.l او q.n-q.out فاذا تجي الطبق هذا لحنا الq.n-q. هي الq.h والq.out هي الq.l q عنده هنا والq.l عنده هنا فهي الq.h-q.out او q.h-l يساوي عندي w.net وهذا عندي بالسؤال موجود الq.l load out رح سعيندي 900 ميجا واط كمية كل الشغيرة لكن مشكلة ال power plant يقال انه الشركات الألمانية وصلين الى كفاءات تتوصل الى 100 لكن مع ذلك ايضا قليل كمية الحرارة اللي ينقل للمي كل الشغيرة 600 ميجا واط كل الشغيرة هسا هذا هو الجزء الاول اللي ينقل الى المي الq.l السؤال الجزء الثاني يقول هل هذا الحرارة هو نفس الحرارة وقل اذا نرجع الى الـ بالبداية ان يفرض حرارات الضائعة نتيجة نقل الماء بان هذا السايكل يساوي عندي صفر واقع وعليه هذا الكمية الحرارة هذا اكبر كمية حرارة رح ينصر الى السان او اخذ نظر الاعتبار الحرارات الضائعة مناء السايكل نفسها فعليه حرارة هذا رح يكون اكبر من الحرارة الاصلية لرحل السيك من ريالتي نظر الى الماء وقل من الانتجة نظر الى الماء لا وحيصل الى الماء لكن الحرارة الاصلية هي اقل لان جزء من الحرارة هذة رح ينتقل عندي نتيجة حرارة ضائعة ثم عملية السايكل الذي تصير عندي بالظن المنظومة اذا هذا كله معنى اللي يهمني هذا السؤال مو هذا الكلام اللي يهمني هي الطريقة استعمال المعادلات اهم هذا السايكل اذكرون بالفصل الثالث كنت اقول لكم اهم شي ترسمون البي بي دياغرام حتى تعرفوا البروستسر وماذا يستطيعون هنا نفس الشيء هيا عندك ال سمري فقط هذا السايكل اقدر طبق نجيل الى نفس السؤال اللي كان بصيغة اخرى باور بلانت زين ينطب ينطاقة هنا عندي محرك سيارة محرك سيارة محرك سيارة يحرك البنزين وحول الداخل المحرك جزء منها سيتحول الى شغل يحرك عندي سيارة وجزء اكبر من عندها سيتحول حرارة بايعا ويطلع من سيارة الى فاذا اذا تجي تبع الهيثن يأتي من جزء الحار الى الجزء الجزء الحار هو سيارة المكان الذي يصير بك الاحتراق يعني الغفة الداخلية و الاكزوست سينقل عندك كمية حرارة الى الهواء فالسينك مالتك او الهواء فهذا العملية اكيد رح ينتج انتك طاقة خارج يجي من الحار للبارد ازين يجي من الحار للبارد هنا سؤال السؤال ما قائل هيت انجين وما قائل لك الاتجاه مال الحركة لكن عن طريق المفتوم السؤال رح تعرف ناول عندي السايكل هي ليس ننقل حرارة من بنطقة باردة الى حرارة هي بالعكس قل نقرأ سؤال سيارة يستهلك مقود بمعدلة 22 لتر لكل ساعة بكل ساعة اذا اشتغل عندي هذا السيارة رح يستهلك عندي 22 لتر حتى يولد عندي خمسمية اعفو خمس وخمسين كيلوات الهواء اذا كان عندي القيمة الحرارية للفيول اربعة وربعين ألف كيلوات كل كيلوات والفيول عنده كثافة 0.8 غرام لكل سنتيمتر من قاعة اشتغل الهواء لهذا الانجل اشتغل الهواء لهذا الانجل شوف هنا يقول ويقول ويقول يولد عندي طاقة عملية مربوط مع عملية تولد الطاقة اذا تولد طاقة تتعامل اذا تستهلك طاقة تتعامل مربوط ويقول مربوط نرجع كفاءة شغل منجز على شغل داخل إلى المنظومة الشغل المنجز عندي 55 كيلوات سأستغل عندي W.q.n يظل عندي لهذا Q.n ماذا سأستغل W.q.hot 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 سأستغل عندي طبعا هنا هذا الكلام مباشرة نحن نفعله لكنها بالأصل جاي من Energy Balance من الملفصل الخامس جاي من Energy Balance على Tanky ما للسيارة Tanky مع السيارة تطلب عندك Energy Balance في Q.hot سأستغل عندي M. في Q V هو معدل استهلاك السيارة للبانزين كاتبليات 22.0 لكل H يعني عندي هذا التفق الحجمي V. إذا ذكروا كان عندي تدفق كتل M. وعندي تدفق حجمي V. سأستغل V. إذا نضربه في الرو راح يطلع عندي الام دوت هذا أول علاقة أخذنا بفصل الخامس الـ V-DOT عندي .8 جرام سنتيمتر مكعب إذا تضربه هذا في ألف أنت راح تقسم منها على ألف فيطلع عندك نفس الشي .8 كيلو جرام على لتر نفس الكلام .8 جرام سنتيمتر مكعب .8 كيلو جرام على سنتيمتر مكعب 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 إلى كيلو جرام على لتر .8 كيلو جرام على لتر في 22 كيلو جرام على لتر .7.6 كيلو جرام على لتر المحرك يستهلك عندي 17.5 كيلو جرام من البانزين كل ساعة . أجي يقول الام دوت عندي القيمة الحرارية هو بسؤال منطنية .44 كيلو جول كيلو جرام نذكرون هذا الكلام يشبه الـ H الانقاوبية اللي كلنا نستعملها نجدها من الجداول هنا منطنية مباشرة لأنه .44 كيلو جرام الام دوت عندي فطلع عندي القيمة الحرارية الداخلة إلى المنظومة .215 pure chest 1 كيلو جرام .1 كيلو جرام نظمة مصطنية من الطاقة الداخلة الى طاقة حركية و ال 75% من عندها يروح ويست الى الجو فلهذا تشوف السيارات الحديثة يخلون بها التوربو تشارج يخلون بها يستعملون جزء من هذا في التدفئة في السيارة مرة حتى السيارات الاستعملوا حتى يبردون يستخلون به الفيول هذا كله حتى يزيدون هذا الكفاءة يقل عندي هذا ويقل مقام يزيد البسط حتى يزيد عندي هذا الكفاءة لكن خليه في بالك المحركة السيارة كفاته كل شي قليلة هسا السؤال الاول والثاني لحلنا هذا كله يستعمل ويال افشيينسي لانه اتجاه السيارة مالتي كان من الحار الى البارد هسا راح ناخد بالعكس ناخد من البارد الى الحار راح نستعمل الCOP بها راح نستعمل الCOP بها المشكلة البيت هذا العزل المادة موكلش عالي فدا يفقد عندي بكل ساعة ستين ألف كيلوجول يفقد حرارة حمل حراري ضاع إلى خارج البيت المشكلة البيت تحضير من المشكلة وصفة ستين ألف كيلوجول كل ساعة وفي وقت الانترنت من المشكلة البيت هذا المشكلة البيت الى 4000 كيلو جول في نفس الوقت اللي يخسر به البيت هذا 60 ألف كيلو جول بالساعة من الطاقة اكو طاقة داخلية ديولد اندي ايضا حرارة اللي هو عن طريق الناس اللي يعيشون بالبيت واللايتات وكذلك الاجهزة الكاربائية موجودة عديلها هذا كل التوطل اللي ديولد اندي 4000 كيلو جول هذا يساعد الهيت بومب لانو الهيت بومب لازم يعوض عن هذا الحرارة المفقودة من البيت حتى يقدر يبقي حرارة المنزل ب23 درجة فهذا الـ 4000 رح يساعدنا فرح يقلل من الطاقة المصروفة على الهيت بومب حوبي الاحرارة رح يزيد الـ COP مارثة لكي يرى الـ COP شوف هنا ما دام اني دا اخسر الحرارة وشغل فراح تعمل ويا سي او بي رح تعمل ويا الـ COP رح تعمل يريد من عندي إذا كان الـ COP مارثة اثنين ونوز اشجاد الحرارة اللي يدخل الى الهيت بومب اشجاد لازم كارباء انطيل هذا الهيت بومب حتى بقي هذا البيت ويا الـ COP 23 درجة سيليزي نجي هذا المخطط مثل ما قلت لكم رح يساعدني هواية بالحل عندي البيت دا يخسر عندي 60 ألف كيلو جول بير اوه لازم هذا الـ 60 ألف لازم يعوق بحرارة طبعا ماندام دا يعوض عندي حرارة لازم اسحب حرارة من الجو بر الـ outside temperature اكيد outside temperature بارد لانو اذا مو بارد ما رح سندي خسران بالطاقة هنا لحده اسحب حرارة من جو بارد لازم اخسر الطاقة فلهذا اتعامل ويا الـ COP زيح الـ COP ما للهيت انجين موجود عندي هنا COP of a heat pump desired output or required input أو QH على Wnet شوفوا desired output عندي اريد اني اضيف حرارة الى جزء الحار الى منطقة الحرارة فأتعامل ويا الـ QHOT زيح فرح سندي desired output على الـ QHOT على Wnet اللي هو الشغل اللي هو دا يطلبه بالسؤال طبعا اقدر اتعامل ويا مثل ما قلت لكم ايضا ويا الـ DOT ما عندي مشكلة رح سندي QHOT على Wnet .NET إنت أرتب المعادلة مثل ما سويت بسؤال الأول والثاني W.NET رح سندي QHOT على COP COP موجود عندي هنا الـ QHOT هنا لازم أجي أحسبها طبعا مثل ما قلت لكم الناس الموجودين والمزارات الحرارة اللي بيها الناس والأضوية والأجهزة هذا كلهم يساعدون على تقليل الحرارة الـ heat pump الداخل الى الحرارة الداخلة عن طريق الـ heat pump زين فالـ QHOT رح سندي الحرارة اللي يخسر البيت ناقصا الحرارة اللي ينتج البيت زين اللي ينتج المصادر الطاقة داخل البيت مصادر الحرارة فإذا بدل ما تعمل ويا 60 ألف أتعمل ويا 56 ألف فهذا يدلل إنه عندك واحد قد يقول أن يجيب أشخاص أكثر بالبيت صح هذا الكلام إذا جيبت أشخاص أكثر بالبيت رح إذا كان تريد تسخن البيت إذا تريد تسخن البيت فالسفلد مانتك رح يشتغل بشكل أقل ويصف طاقة أقل لكن الكلام يصير بالعكس بالضبط إذا أنت تبرد البيت لأن هذا الحمل الحراري رح ينضف كحمل على السفلد هنا عندي تدفئة فكمية الناس الموجودين هنا رح يساعدون وحدة التكييف بالشغل الماقته فـ 56 ألف كيلو جول بالأوار صار عندي البسط معلوم المقام أيضا معلوم أقدر أطلع كمية الشغل الموجود عندي اللي هو 6.22 كيلو واط أو 6 في 4 جيل سوف نحصل إلى الدياب وعندما تحتاج هنا حتى أبرد أسخن هذا البيت هذا كان عندي هاتف 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 حتى أبين لكم شنا رح نتعامل ويا السؤال الثالث وهذا السؤال اللي هو الثالث والرابع رح نتعامل ويا سي او بي لكن ضمن أجهزة مختلفة هناك كنا نستعمل الهاتف حتى أسخن بيت هنا رح استعمل الـ لكن هذا السؤال داخل بالعمق بعد أكثر بصف الرابع إن شاء الله رح تتعاملون ويا هذا السيكل بشكل كلش دقيب رح تاخدوا الـ أنواع شلون شنون رح يشتغل شنون رح زيد الكفاء مالتا الـ اللي جاي الأحساب من النوع عندها الإلكتروني واللي ربط بالحاسبة وصير كلش معاقل الـ نفس الكلام وخل الـ هنا هذا بحث عالم آخر بالتعامل رح تاخدون تفاصيل هذا كل بهدف شنون تزيدون الـ مال هذا المنظومة شنون تزيدون الـ مالتا خلينا نجي نعرف هذا المنظومة إش عندي بي عندي 143 143 أي الساعة للتبريد 143 أي يدخل وين عندي الـ 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 مال الساعة للتبريد بالجليد المنظومة المنظومة تريد المنظومة بخلف الثلاجة المنظومة 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 من قصة المنظومة بلغة المنظومة يريد كمية السائل اللي راح تستعمله اهنا اشجاد الماء اشجاد الماء لكم مانه اشجاد الماء يشبه هذا عندي حرارة ده يدخل من الجزء البارد الى الجزء الحار وعندي سي او بي واحتاج هذا العملية احتاج الى شغل ينجز على هذا المنظمة زي نفس الكلام عندي هنا حرارة هذا الابابوريتر وهذا الكوندينسر احضر بس اكون اتصور هنا انا قلت لكم الابابوريتر هو الجزء الموجود خلف الثلاجة الابابوريتر هو الجزء الموجود داخل الجزء التثليج يعني داخل الفريزر مع الثلاجة ماتك الفريزر سكشن او الابابوريتر انا مدى اقول الـ Q.hole يجب ان يجي من منطقة الباردة صح فهذا الابابوريتر موجود عندك داخل الفريزر يعني داخل الثلاجة نفسة مثل ما قلت لكم بالرفريزر سيكل اللي يهمني انه اسهب حرارة من منطقة الباردة وانطيل منطقة الحاربة اللي يهمني هي الـ Q.L هس ادي استغل هاد المعلومات الموجود عدي في حل السؤال اريد الماس فلوريت الماس فلوريت يعني يريد الـ M. يريد الـ M. لكن اذا اتبعوا الى كل انصر بها اذا اتبعوا الى كل انصر بها واحد مثلا اتبعوا الى الـ Expansion بالفريزر واحد هذا هي Open System راح يسر عندنا سين؟ فراح ندخل بهذا التفاصيل هذا التفاصيل خاص بالفصل الخامس زي احنا بفصل السادس نبعوا الى Cycle ككل فاجي اتبعوا الى سين سين سان سال يتبعوا الى مركز deaf انصر LOOK hikes مهم يسمع تكون مهمة مع مهلمات الموجودة يسمى كل مهم ذرا ما يقومه gan ثم إذاً، أرى الانيرجي من الانيرجي والمالس لأفضل المنزل أنا ليس أستعمل الانيرجي والمالس لأن المعلومات موجودة عند الدخول والخروج لكن فرضاً، السؤال غيرتها، جيت انطلت دخول إلى الكمبريسور وخروج من الكمبريسور وعند أيده نفس الشي بالكمبريسور، ليش؟ لأنه عند المعلومات بالكمبريسور موجودة والآت موجودة، نفس الكلام إذا تساويت بالكسر بالعكس هذا السؤال، إذا رجعتها إلى الفصل الخامس، كنا نأخذ كل جزء واحد وانطيك معلومات الان والآت، وأقول لك استعمل الانيرجي بس هنا معلومات الموجودة دي بالسؤال يخط الانيرجي فلهذا استعمل الانيرجي والمالس لأفضل المنزل أجي الرقم الداخل والخارج، كل الداخل هي رقم واحد، والخارج هي رقم اثنين أو هما إن أو عود، نفس الشيء رحيطي، فاستعمل الانيرجي بالانيرجي اللي أخذناه بالفصل الخامس، أتذكرون، كان عندي أي بروسس، سواء كان عندي أو بروسس، إذا وصل إلى حالة الستادي في الستايد، فيستعمل عندي هذا القانون، هذا أخذناه بتفصيل المهمل بالفصل الخامس، وتسوين عن التطبيقات كل شهوية، ونفس الكلام سوينا بالنسبة للمالس برانس، للمالس برانس، فعند دي المعلومات الموجودة عندي، اللي مثلا الان كيو ان ما عندي. الenes ما عندي ما عندي اي شغل يوجلس بليجبente mog M.1 عندي و H1 عندي السرعة والارتفاع أهملهم من أجي إلى الجزء الثاني الخروج Q.out ما عندي يعني W.out ما عندي عندي M.H يعني عندي M.2 H2 والM.2 يساوي M.1 يساوي M.1 وهو الشيء اللي يعني أريد أحسبه فهذا المعادلة كلها أثناء تم إذا خاصتم رأحصل عندي بهذا الشكل Q.law اللي يجي من الجزء الأيسر M.raw اللي يساوي عندي M.1 ويساوي عندي M.2 ويساوي عندي M.refrigeration H2-H1 الH2 يجي من هذا الصفحة والH1 راح يجي من هذا الصفحة فالي يطلب منكم تجون ورقة وقلم ترتبون من هذا المعادلة هتا توصون إلى هذا المعادلة بشكل الخاصة اللي موجودة دي هناك من هذا المعادلة الحسين دي M.R ساوي Q.L على H2-H1 هسا المشكلة ماتي صار تفصل إلى هذا المعادلة البسيطة دي هنا M.R Q.L على H2-H1 أجي يا رتب أريد أعرف البسيط وأعرف المقام شون أحسبهن هسا مشكلة أحسب البسيط والمقام خلي أجي بالنسبة للبسيط عندي C.O.P.R مع Refrigeration اللي جاي عندي من التقسيلي هنا متى ما كنت لكم بالتقسيلي بتاع دولات التذليج والتبريد اللي يهمني كمية الحرارة اللي يسحبها من جزء البارد كمية الحرارة إلى أسحاب من جزء البارد فالحصل عندي Q.L على W.N أو . . Q.L على W.N . 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 من المعلومات السائل نفسها السائل يدخل بمقدار 100 كيلو باسكال وبقواليتي بوينتو ويخرج بنفس الضغط 100 كيلو باسكال لكن بدرجة الحرارة ناقص 26 درجة سيريزية اجي اباع البروبرتيز مارف رجيس 143 بلينت تايبلز اي تايبل اي 11 واي 13 من اجي اباع الدخول الى هذا البروبرتر مادام نطيني الاكس مادانا نطيني الاكس يعني عندي ساتروريشن هذا ما بها مجال زين هذا احنا منتعلمين مادام نطيني الكواليتي هيا ساتروريشن فاحتاج عارف اله اف واله جاي ال ه فلود واله گاز واستعمل الاكس بها هتا اجد الاي تشتر以及 كانت نرطيف التفصيلحوموisf وارلاعب وارلاعب بالنسبة للجزء اللي يخرج من السايتل هنا هنا لازم تعرف حالة المادة شنو هي احنا نعرف نوع المادة يحتاج عرف حالة المادة شنو هي هل هي saturated vapor saturated mixture أو saturated liquid فمثل ما علمتكم عندي الضغط وعندي الحرارة راح اتعامل بالجدول راح يطلع عندي superheated من الجدول A13 راح من جدول A13 0.1 ميجا باسكال ونقص 26 درجة سيليزية راح اتعامل ال H2 شوفوا ال H2 هنا وحدات كيلوجول كيلو جول الجرام والوحدات البسطة هنا عندي كيلوجول per second فراح يطلع عندك ال M. كيلو جرام per second باقول الوحدات كل الجزين كيلو واط هي كيلوجول per second فعندي كيلوجول بالبسط وكيلوجول بالبسط بالمقام عندي هنا فكيلوجول ويا كيلوجول راح ينحذر عندي كيلو جرام بالمقام بالمقام فيصير عندي يتزع بالبسط والبسط باقي عندي سكند فاوتوماتيكي راح يتحول الى كيلو جرام في السكند عني هالكلام ليش دا اركز عليها قد تحل السؤال صحيح لكن تنسى تتعمل ويلا وحدات وراح يخربطك ويصير عندك الناتج مانتي خلاص فاني بداية المحاضرة او المحاضرة قلت لكم المعادلات لازم يكون جهتين معادلة صحيح بالقيمة وصحيح بالوحدات فهذا الكلام استغلى حتى تعرف الطريقة منتج الكلام منتج صحيح او لا بحل السؤال فهذا اعرفت الماس فلوريت احتاج الى 0.00414 كيلو جرام في السكند حتى يشتغل عندي هذا السيكال الجزء الثاني اذا ريت اوف هيت رجيكتتو تا كتشن يريد الكي دوت اتج هسا باعلى السايكل ككل طيت اوف هيت اجيش فرمد رفرزيتها اللي يعرف فاني من المعادلات كي دوت الو نيت الشغل المنجز او الشغل الاحتاجة يساوي كمية الحرارة الحارة ناقصا كمية الحرارة الدافع او اللوع هذا راح استغلب هذا السؤال قسمة W dot qh minus ql او W dot dot يساوي qh dot minus q dot l نفس الكلام ارتب هذا الكلام هذا حسبت ببداية السؤال وهذا هو مطنية بالسؤال مباشرة راح ينتيني كمية الحرارة اللي راح ينتقل عندي الى جول القرطة او الجو او الكو democrطي هسا عدنا حلينا اربعة سئلات اول سؤال ثاني سؤال كان الافيشنسي والسؤال الثالث والرابع حلينا على سي او بي هذا جنرال جنرال اه مشاكل عامة حتى فقط انطيكم فتنبدأ شنون تستعملون القوانين شنون راح تتلعبون ويالقوانين الاسئلة اللي يأتي ورا تقريبا راح تسجل 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 اكثر واقعيا مثلا هذا اخر سور راح نحلل اليوم يعمل المنظومات حتى تتطيع القناة باستثناء الجهة تعمل المنظومات حتى تعرف ما تأكدب في هذه المنظومة يعمل المنظومات قناة باستثناء المنظومات فاتجاه الـ Cycle صار عندي من جزء الحار إلى جزء البارد تعكس ما موجود عندي بالـ Refrigeration وبالـ Heat Pump شوفوا هنا من الجزء البارد إلى الجزء الحار هنا يصير عندي من الجزء الحار إلى الجزء البارد زيانا Heat is rejected of rejection of 150 كيلوجول يعني Q law رحصل عندي 150 كيلوجول إلى الـ Heat Reservoir على 27 درجة سليزية يعني الجزء مثلا أنا عندي الجو الخارجي درجة حرارة متى 27 درجة سليزية يعني إذا أضيف له الطاقة مقدارة 150 كيلوجول شيريد determine the heat supplied يعني يريد الـ QH to the heat engine by the heat source in كيلوجول and temperature of the heat source يريد الـ QH و أريد الـ TH يريد الـ QH و أريد الـ TH زيانا طمعنا ما ديريد الطاقة ديريد الـ H يعني ديريده بالكلوجول ما ديريده بالكلوات الشيء اللي أريكم تركزون عليه سيق السؤال يقول Carnot Cycle Carnot Cycle من أجي للـ Carnot Cycle هذا هو Carnot Cycle عندي هنا هذا هو معادلات Carnot Cycle راح أشتغل هنا عندي heat pump وعندي Refrotration السؤال هو دير يقول heat pump فستعمل هذا الكفاءة زينا خليشوف شنو راح أسرب الـ Heat Supply QH Heat Supply to the heat engine QH القانون العام عندي هذا ما يعتمر إذا كان عندي Carnot Cycle أو لا Carnot Cycle فقط راح يأثر على الكفاءة مالتا أو C-OP مالتا الـ W-Net هذا دائما صح يصلي عندي QH-QL أو QN-Q-Out زينا فالـ QH راح يصلي QL زايداً W الـ QL عندي بسؤال 150 كارجول والـ W-Net عندي 900 أجمعهم سوى راح يطلع عندي تقريباً 1050 كارجول هذا كمية الحرارة الواجبة تصليتها إلى هذا الـ Heat Engine هسا حلينا الـ Heat Supply هسا يبقى عندي درجة الحرارة شون أحسب درجة الحرارة إذا تشوفون الـ C-O-P يتعامل ويا درجات الحرارة يتعامل عندي ويا درجات الحرارة إذا كان عندي المنظومة Carnot Cycle زين The temperature of the heat source in C الثيتا ماكسمم ليش كاتب هنا الثيتا ماكسمم؟ لأنه Carnot Cycle وممكننا لكم Carnot وقتلكم Carnot Cycle هو ذلك الـ Cycle اللي راح ينطيك أكبر كفاءة وأكبر COP زين كل شي بيه ربع صبو راح يزيندي واحد منس T-load على T-load على T-hot والكفاءة اللي دي يساوي عندي اللي دي يجي عندي من القانون العام W-NOT على Q-H لأنه سؤال دي يقول Carnot Cycle والمعلومات اللي موجودة عندك مربوط بهذا Carnot Cycle ومن يصير عندي منظومة عندئذن الكفاءة اللي أحسبها استعمال القوانين العادية يساوي عندي الكفاءة اللي يجي من Carnot Cycle بمعنى أي قانون راح استعمله منه مثلا عندي هذا الكفاءة هذا الكفاءة هذا الكفاءة بأسوأ حالته أنه يكون أقل من Carnot Cycle حسب هذا الجدول هذا السؤال ما أقدر أحله إذا ما أجي استعمل كفاءة وستعمل كفاءة كفاءة وستعمل الكفاءة العادية اللي أنا أعرفها لماذا؟ لأنني نقول المنظومة **** سيكون يتساوي عندي الكفاءة اللي يجي من القانون العامل والكفاءة اللي يجي من الكارنة سايكل شوفوا هنا بالضبط هذا الكلام موجودة دي هنا ذو الكفاءة راح ساوي عندي كفاءة الكارنة سايكل إذاً 100% عامل في التنجين وهو سواء ده يقول هي كارنة سايكل فإذا الكفاءة قدر استعمل القانون مباشرة لكن النقطة هذا ريدا واضحكم إياه إذا السايكل ما قايل كارنة سايكل أو أنت ما فارضة كارنة سايكل فعند إذن ما تقدر تساوي هذول الاثنين ما لك حق تساوي هذول الكفاءة فقط يتساويون إذا ما يقول السؤال هي كارنة سايكل أو أنت تفرضة كارنة سايكل حسناً حتى حل هذا المعادلة أحتاج أعرف الطرف الأيمن الأيسر من عندها لأنه تيلو عندي 27 درد السليزية تي هوت هو المجهول أحتاج أعرف الكفاءة عندما يكون كارنة سايكل فكفار دي كارنة سايكل رح سوي الكفاءة العادية فراح سري عندي دابليو على كيو غوت إذا تجي للكفاءات إذا تجي للكفاءات تيمال أفشنسي سايح عندي دابليو نيت على كيو إن على كيو إن وهنا كيو إن اللي دا يدخل عندي للمنظومة هي كيو إيتج فصار عندي دابليو نيت على كيو إيتج رح يطلع عندي بهذا الشكل الشيء الوحيد لا تنسون دائماً من تستعمل كارنة سايكل الحرارات رح يصير بالكلبن الحرارات لازم يكون بالكلبن وإلا رح يطلع عندك النتيجة الناية فعند المجهول الوحيدة بهذا هي تي هوت بالكلبن نقص منه 273 رح يطلع عنده 1827 درجة سيليزية يعني لازم الحرارة اللي راح تستعملها والفرن اللي راح تستعملها هنا لازم يوصل الحرارة الى 1227 على الأقل حتى يطيق شغل مقدارة 900 كيلوتور قلت لكم منا وغاد هذا السؤال الخامس السادس وسبعة والثامن والثاثة والعاشر كلها رح تسين تزاين كلها رح تجيب هذا الشكل أركز أقول لكم كارنوت سايكل عند إذا نقدر استعمل هذا المعادلة هذا المعادلة ليس كارنوت سايكل هناك مجموعة معادلات ما لك حق تستعملها حسنا